السلام عليكم وصحة فطركم احبتي في الهجاء المشاهدي الكرام نرحب بكم في عائلتكم مع أختكم حنان الحنونة ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا ربي في هذه الايام المباركة واليوم جبت لكم خفز العيد على طريقتي وصفتي وتدبير روعة ما شاء الله شوفوا قطة اني خفيفهش يجي فيه شوية نقوم يدي متشيز في شوية حلاوة اللي ما حبتش هذه الحلاوة ما تعملهاش وتبعوا المقادير باش تعرفوا شوفوا ما تشبعوش تديروا صباح العيد وخاصة بدون دلك ولا جهد غير تنوضي توجي دي قبل التماعش يكون واجدي وز وز الشبابة بنينة خفيف قطني ما شاء الله ان شاء الله هتجربوه وتدعو لي وتكتبو لي في التعليقات كمال عيدا ونشكركم بزي 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 على تعليقاتكم الطيبة والمحافظة ولكم بالمثل الدعاء اللي راكم تدعو لي اذا نبدأ و بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله عندنا وعاء نضع فيه ملعقة كبيرة من خميرة الخبز خميرة المعجنات ملعقة كبيرة نضيف لها ملعقة كبيرة سكر ونصف كأس ما دافي بشرط يكون الماء دافي نخلوها تخمر يضعف الحجم التاحها غير شوية تحبو تديروا نصف كأس اللي بدافي ديروا معلي عادي بالعكس يجيش باب نضيف لها ملعقة صغيرة من هذا الشنان اللي نديرته لكم في الكحك هذا خبز جديد درته لكم يا لبنات الشنان هذا اللي نضيف لها ملعقة صغيرة ملعقة كبيرة ولكن بشرط ملعقة صغيرة حبت حلاوة ولا ملعقتين كيما تحبوا نضيفوا ملعقتين سكر ولا ملعقة ونصف من الأحسن ملعقة ونصف باش مايجيكمش حلوه بالزاب ملعقة ونصف سكر بوتعيا وخت طبيعي هذا تكون عبروا الزيت فيه تاني كيف كيف ملعقة صغيرة خل أبيض ما عندكش الخل ولا ما بغيتش تديريه معليش عادي ما تديريش الخل ملعقة صغيرة خل ملعقة صغيرة ملح ملعقة ونصف سكر إضافية بلا اللي عملناها مع الخمارة تعطيه قوتع تشيزي جي حلو يشفيه شوية حلاوة روعة ما شاء الله ملعقة ملعقتين ولا صغيرة ولا ثلاثة حبت حلاوة ونخلطوا ملح نضيفوا كأسين من الفارينة مغربلة الكاس اللول نضيفوا لها ملعقة صغيرة خميرة الحلويات نضيفون كأسفاد Bright نضيفون who claims نضيفه على ملعقة صغيرة خميرة الحلويات ثم سنضيف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات ثم نضيفه على ان beautiful يجب أن تشرب كل فارينة و كيف تشرب يجب أن تشرب كل فارينة يمكنك تضيف أقل أكثر يمكنك تضيف 7 أو 7.5 سبعة كقوس فارينة كما تعرفوا مع الجانات غير نضرب و ندو و نردو و ندو و نردو بيدينة هذا كالتخباط القليل و لكن بشرط العجينة تكون تلسه في الصحراء عطيتكم بزيف مخبوزات العجينة تكون تلسه بالزيف هادية تلسه بصح مش جارية كما اللي أعطيتها لكم خبز الكوشة خبز من فوق خبز الضاع نخبط 1 دقيقة نضربها كدقيقة نغطيها بسربيتة ونجعلها تخمر 1-4 ساعة حتى العشرين دقيقة المسخدر نضربها نضربها البابية نضربها نضرب فارينة عبارة نضرب فارينة كما أننا نقوم بتجد نضرب فارينة نضرب الحاية نقوم بتخمير تاريخ الخمار ونقسموها علي زوج خبزات تقرس لك اشتعود ترجع تحطوها في سنوة خلوها واحدة دقيقتين حتى تلت دقيق وعاودوا قرسوها تقرسوها خشينة شوية ماشير قيقه لبنات رايح اندي له هديك العفسة تعال خبز التركي مكان لا تركي لا طلياني هادا خبز الحنوني المع السكري هذي هي يخرجكم شوفوا ما شاء الله و الله رايحين تدعولي خاصة اللي عندهم كبار السن في الدار اللي عندهم الدراري ملاح مليح بزا بلي ولادهم يسنوا ما شاء الله يجي فيه واحد لوغو بزا بي شباب المهم كي تتقرس كي تتقرسوها في السنوة تخلوها تريح زوجت قايف تعودوا تتقرسوها تغطيوها بعد ما غطيتوها تصيبوها تخمر تخلوها تخمر مرة أخرى في السنوة واحدة الربع ساعة تخمر معاكم حتى العشرين دقيقة كي تشوفوها خمرة مليح طلعت تقونفليت من الربع ساعة عشرين دقيقة حتى الثلاثين دقيقة ساعة دلوها هاذ الاشكال يعطيت لها كيما الشكل الخبز التركي دهنوها ايه اوه دلوهم قطرة خل والازوج باش مطعيش للبيض ملعقة كبيرة حليب وقاطرات من القهوة ناس كافي معندكش القهوة تعلب ريق الملاقمة انا نسيت مدرتها شمالي غير باش تعطيكم لوون شباب تنحي الزنخة الكبيرة تنحي مية بالمية ونخلطه بالبنسو من بعد ما تشكلوا بيدكم هذو كل الاشكال دهنوا بصفار البيض وديروا الزرارة اللي حبيتوا تخلوها كما بغيتوا أنا درت شوية سانوج وشوية ججل ونسخنوا الفرن على درجة حرارة عالية على درجة حرارة عالية نسخنوه قبل عشر دقائق وربع ساعة من قبل يكونوا سخونة بالزبزب المهم تدخلوا السنوات تشوفوها صفارة من الجوانب تشعلوها من فوق اللي عندها فرن فونتيلي غير تدخلوا الخبز تحكم بطروها مينو تحت سم مينو تحت شوية شاعل ملتحت شاعلو المرواحة تشوفوه تقونفلا طفو المرواحة وعودو شاعلوه ملفوق وخلوه حمار ولكن عسو حتي حمار من الجوانب شاعلو ملفوق شكرا